السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يا رب تكونوا بقى الفخير وصحة والسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتو بتتمنون هنزود انتاج البيت من غير ما ندفع ولا ملي يعني كده فكرة بسيطة جدا لكنها للأسف مش بتخطر على بال الكثير من الناس اللي بيربوا طيور خصوصا الناس اللي ما عندهاش خبرة في تربية الطيور مش واخد بالها انها ممكن فعلا تقدم للطيور حاجة ببلاش ببلاش وموجودة كل يوم عندنا وللأسف بنرميها دي حاجة مليانة بالفوائد اللي هتساعد الطيور على الاستمرارية في الانتاج وعلى اكثار الانتاج كمان وعلى تقوية جودة ويعني رافع جودة انتاج البيت في القطيع بتاعنا قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشر ريخ من يوتيوب ويلا بينا ندخل في التفاصيل على طول محتاجين يا جماعة نتعرف على اهم عنصر بيساهم في زيادة انتاج البيت هو مش الاهم ولكن هو من العناصر المهمة لو هنشوف اول عنصر واهم عنصر اعتقد ان هو البروتين نسبة كبيرة جدا من البيض بروتين لكن البيضة عمرها ما هتقدر تشيل نفسها وتبقى كده متماسكة غير لما يكون فيها كالسيوم الكالسيوم هو اللي بيمسكها الكالسيوم هو اللي بيبقى في القشرة الكالسيوم بيبقى في نسبة برضو من الجوة الحشو بتاع البيضة او البيض وبرضو الصفار بيبقى فيه نسبة من الكالسيوم فالكالسيوم كده كده موجود جوه كل اجزاء البيضة فعشان نحافظ على الانتاجية لازم نحافظ على الكالسيوم اللي بنقدمه للطيور بتاعتنا طيب فيه كم مصدر مجاني للكالسيوم فيه كم مصدر مجاني للكالسيوم فيه مصادر مجانية كتيرة للكالسيوم بس احنا بنجيب لك النهاردة المصدر اللي هو السهل اللي مش هتصرف عليه فلوس اللي موجود عندك كل يوم وانت للأسف بترميه للأسف كل يوم عندك وبترميه بس قبل ما اقولك ده على فكرة فيه مصدر رباني كده من عند ربنا للكالسيوم وهو الشمس الشمس بتديك كل يوم كالسيوم ولذلك ما ينفعش تحرم الطيور بتاعتك من أشعة الشمس لازم أثناء النهار الطيور تتحرك تتفسح تشوف الشمس ما يتقفلش عليها يكون فيه تهوية جيدة وحتى لو انت عطتهم في عشة لها سقف حاول تخلي السقف ده بيتشال وبيتحط او بيتركب وبيتشال علشان خاطر ايه تعرف تحوش السقف بالنهار وتقفل السقف بعد كده لما الليل يدخل والبرد يزيد ولازم حتى في أثناء البرد يكون فيه فتحات في السقف او فيه العشة بشكل عام علشان الهواء يدخل بشكل غير مباشر ويخرج برضه بشكل غير مباشر من غير ما يخبط في الطيور من غير ما يصبهم بأي نثالات برت طيب ده عنصر الكالسيوم بنجيبه اهون من الشمس طيب ايه بقى الحاجة اللي موجودة عندنا كل يوم وبنرميها وهي فيها عنصر الكالسيوم حضرتك اكيد بيبقى عندك انتاج بيت حتى لو الانتاج قليل بيبقى عندك انتاج بيت لو عندك مثلا عشرين فرخة اه عدد ده يعني شائع عند الناس غالبا اغلب الناس بيبقى عندهم في المتاصفة ما بين خمستاشر لعشرين او من عشرة لعشرين فرخة اه لان انتاج البيض بتاعهم بيكفي الاسرة بيكفي الاسرة بيكفي الاسرة وبيكفي العيلة يعني مش محتاجين اكتر من كده خصوصا للناس اللي بتربي الاستهلاك الشخصي طيب دلوقتي انت مثلا عندك انتاج البيض قليل شوية الاشرين فرخة دول اللي عندك بيجيبولك في اليوم عشر بيضات ده كده انتاج قليل قليل جدا لكن انت ممكن تستغل الانتاج ده وتخليه يضاعف نفسه عن طريق ان انت لما تيجي تتغذى على البيض وتاخد البيض بتاع الفراخ لما بتيجي تعمل البيض سواء مقلي او مسلوق او باي طريقة القشر بتاع البيض حضرتك بترميه قشر البيض ده كالسيوم القشر بتاع البيض ده كالسيوم وكالسيوم كمان ايه في شكله الخام وفي شكله اللي مش غريب على الطائر يعني الشكل ده الطائر هو اللي كوينه اصلا وانتاجه جوه جسمه طيب الكالسيوم اللي موجود في قشر البيض ده ينفع نقدمه تاني للضيور اه طبعا ينفع نقدمه تاني للضيور لكن بضوابط ليه بقى بضوابط لان احنا كلنا عارفين ان قشرة البيضة دي يعني بيعلق فيها الكثير من البكتيريا او الكثير من برضو ممكن فيروس او الامراض عموما القذورات كل ده ماينفعش يرجع تاني للطائر ماينفعش يرجع تاني للطائر فالطائر يتصاب بمشاكل ماينفعش يتأكل الطائر قشرة البيضة ده اللي هو ملوث وفيه مشاكل او عدوة فحضرتك لازم تعمل ايه لازم تعمل عملية تطهير لقشرة البيض قبل ما تقدمه للفراخ بتاعتك وعملية التطهير دي ممكن تتم عن طريق رفع درجة الحرارة بتاعة الجو اللي حوالين قشرة البيض يقام ما تعمل ده في الفرن يعني تحط القشرة البيض ده في الفرن وبعد كده هتطحانه بعد ما يتحمص كده ويبقى كريسبي زي الشيبسي حاجة كده يعني طرية جدا بالنسبة للطيور هتبقى سهلة لان قشرة البيض لو ما تحمصش وارتفع الدرجة حرارته هيبقى صعب شوية بالنسبة للطيور يعني حتى لو تحنتوا كده هيبقى صعب في البلأ او صعب في التناول مش يعرفوا يعكلوا قوي انما لما تحمصوا في الفرن هيبقى سهل على الطيور ان هم هيكلوه لانه هيبقى زي الشيبسي حاجة طرية جدا ونعم هتطحانه نعم وتخليه في وعاء ثقيل تخليه في وعاء ثقيل جنب الطيور دايما كل ما تجمع عندك شوية اشر البيض تعمل لهم كده طيب في حاجة تانية ممكن تطهر بيها اشر البيض اه في حاجة تانية ممكن تسيبه لفترة مثلا كام ساعة كده او لو تقدر كام يوم في الشمس تسيبه في الشمس لكن طبعا الشمس في الشتاء شبه مش موجودة علشان تسيب فيها اشر البيض يطهر فالحل الامثل بالنسبة لأشر البيض في الشتاء ان انت تحمصه في الفرن بعد ما تحمصه في الفرن هتطحانه نعم وتسيبه قدام الطيور دايما بشكل دوري ومستمر في وعاء ثقيل علشان ما يتكبش او ما يتنطورش هنا او هنا حضرتك كده صرفت حاجة لا ما صرفتش اي حاجة حضرتك كده خدت فايدة خدت فايدة كبيرة جدا بالنسبة للطيور كده انت الكارسيوم اللي خرج من الفرخة يعني انت كده كأنك صرفت مرة واحدة بس صرفت في البداية انك اكلت الطيور كويس فالطيور انتجت انتاج من البيض كتير او قليل بقى على حسب ما اكلتهم وهتمت بيهم لو هم اكلوا كويس واستفادوا من الاكل اللي انت اديتوا ليهم فبعد ما اكلوا كويس انتجوا انتاج من البيض كتير يعني العشرين فرخة مثلا انتجوا لك عشرين بيضة في اليوم او متوسط سبعتاشر بيضة في اليوم ده رقم مثالي جدا مش قليل ومش كتير برضو تمام يعني ده المنطقي سبعتاشر تمنتاشر بيضة من العشرين فرخة فالسبعتاشر تمنتاشر بيضة دول انت لو خدت اشرهم انت كده بترجع الكالسيوم تاني للفراخ فانت كده بتغذي الطيور بتاعتك بشكل دوري وبشكل استهلاكي ودائري يعني بترجع كل حاجة تاني للفراخ بتاعتك عن طريق ايه لكن انت كده بتصرف انا بقى جايب لك الحال اللي هو من غير صرف ومن غير ما تصرف ولا تتعب نفسك ومن غير ما تعول هم الطيور بتاعتك هتزود انتاج البيض وده كان الفيديو بتنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته